في وقت حسم فيه الصراع على منصب رئيس مجلس النواب بتعيين محمد الحلبوسي بعد عاصفة من الاتهامات بين الشركاء السياسيين ببيع هذا المنصب ما زال أمر منصب رئيس الجمهورية في دائرة الصراع الحزبان الكرديان هما أبرز المتنافسين على منصب الرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن من جانبه عن ترشح برهم صالح بعد عودته إلى الحزب من جديد بعد مرور عدة أشهر على تأسيسه حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية قبل أن يتخلى عنه مؤخرا وينضم إلى الاتحاد الوطني الذي يحتكر هذا المنصب منذ عام 2005 ضمن المحاصصة الحزبية نفسها الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد رفضه ترشيح برهم صالح للمنصب في وقت بدأ فيه التحرك لتقديم مرشحيه للمنصب فهو يرى وفقا للاستحقاق الانتخابي أن من حقه أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية أما منصب رئاسة الحكومة فله حصة الصراع الكبرى بين أحزاب التحالف الوطني الحاكم وأصبح المشهد هنا أكثر ضبابية بعد انسحاب زعيم ميليشيا بدرهادي العامري من سباق التنافس على منصب رئيس الحكومة وتراجع حضوظ العبادي بعد أزمة البصرة وصدامه مع حزبه الحاكم في وقت يجري فيه تداول العديد من الأسماء فيما سمي بمرشحي تسوية وفي إطار المحاصصة الحزبية أيضا يخشى حزب الدعوة فقدان منصب رئيس الحكومة الذي احتكره منذ ثلاثة عشر عاما حيث تشير مصادر صحفية إلى أن الحزب يخطط لطرد رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي من صفوفه محملا إياه مسؤولية ضياع أكبر منصب تنفيذي في البلاد وهو الأمر الذي سيكون بمثابة إعلان رسمي عن انقسام الحزب وتكريسا لظاهرة الانقسامات في البيت السياسي الشيعي الذي تتلاطمه من الداخل أمواج خلافات وصراعات على المناصب والمكاسب بعيدا عن تنافس الأفكار والبرامج